السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله حامل معيكم طاجن البطاطس بالكبد والاوانس. عايز اقول لكم طاجن جميل جدا. آآ وخفيف بقى على المعدة. هنحضر بقى معي هنا كبد واوانس. دول كبد واوانس بتوع الفراخ. آآ معي بصل متقطع مكعبات. طماطم متقطع مكعبات. وبطاطس مقطعها مكعبات. ومعي شوية من الفلفل الاخضر ومعلقة من التوم المفروم. والبهارات معي ملح وفلفل اصمر وكمون وشوية من الكوزبرة النشفة. هنجهز بقى معينا على النار طاصة. وهنحط فيها شوية من الزيت وعليهم حتى من الزبدة. وهحط عليهم الاوانس. انا حطيت الاوانس في الاول لان الاوانس بتاخد سوى سوى اكتر من الكبد. فانا حطتهم على النار وحبتدي اقلب فيهم لحد ما يتشوحهم معي طبعا احنا عارفين ان الاوانس شوية بتاخد سوى فحنسيبها بقى لحد ما تتشوح بالمنظر ده. وبعد ما اتشوحت هحط عليهم البصل. البصل ده انا مقطعه مكعبات. ممكن تقطعيه اي تقطيع برضو. بتبقى كويسة. حبتدي اقلب البصل لحد ما لونه يدبل معي. طبعا انا عايزة اسويهم بس حاجة بسيطة لاني لسه هكمل تسوية كل المكونات في الفرن. وبعد البصل ما اتشوح معي. هنزل عليهم بيه البطاطس. وحبتدي برضو اقلبهم. لحد البطاطس برضو ما تاخد تشويحة خفيفة ولونها يتغير معي. اهو برضو بالمنظر ده. خلاص البطاطس اهيه لونها غير وتشوح التشويحة خفيفة. حبتدي بقى في النص كده اوسع بس البطاطس. علشان احط الكبد. وزي ما انتم عارفين الكبد مش بتاخد سوى خالص. انا هحطها بقى لحد لونها ما يتغير مش هقلبها كتير عشان الكبد لو قلبناهم كتير ممكن يتفرفته او يتهروا معنا. بعد لونهم ما يتغير نبتدي بقى نقلب فيهم بقى نقلب الكبد مع بقية المكونات بتاعتنا. خلاص الكبات دونها تغير وحبتدي بقى اقلبهم كويس. وبعد كده هضيف عليهم الطماطم. عايز اقول لكم طاجن البطاطس دوت جميل جدا وخفيف برضو على المعدة عشان مش بنحط له بقى صلصة ولا اي حاجة. اه ومش بياخد وقت خالص. ممكن يعني هو ربع ساعة نبتدي بقى نجهز الطاجن كله هيستوى معنا مش هياخد وقت خالص معنا في التقديم. وبعد كده هضيف عليهم الفلفل الاخدر. آآ الفلفل الاخدر ده انا كنت مقطعوه. وبحطوا في الفي ريزر بيتحفز معي بطريقة جميلة جدا. حط الفلفل الاخدر والتوم. انا حطيت التوم في الاخر عشان يدي للتوجن ريحة حلوة. طبعا التوم لو حطناه في الاول مع البصل طبعا التوم كان ممكن يتحارق. لان احنا عارفين التوم بيتحمر بسرعة فانا حطيت التوم في الاخر حيديله كده ريحة حلوة جدا. وحطيت برضو التوابل بتاعتي في الاخر. هبتدي بقى اقلب التوابل والبصل والتوم والبطاطس والطماطم. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس. وبعد ما اتأكد ان التوابل اتقلبت مع توجن البطاطس او مع مكونات توجن البطاطس. هديف عليهم بقى شوية من المية. اهي المية انا هديفها بس اعيد اقول لكم على حاجة منش هنديف مية يامع علشان طبعا احنا مسويين كل الخضار اللي معانا دوت. مش هو حينه فاستوى معانا شوية. انا هسيب المية تغلي شوية اهي على النار. مش هسيبها كتير. هسيبها حوالي دقيقتين. عشان احنا لسه هندخل البطاطس دي الفرن. خلاص انا طفيت على البطاطس. بعد ما عد عليها دقيقتين. وهحضر معي بقى التواجن. ادي التواجن اهي. طبعا اللي مش متوفر عنده التواجن دي ممكن يحط البطاطس دي في اي صنية او في اي بايركس المتوفر عندكم حطوه فيه. طبعا انا مسخنا الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. هحط فيها بقى توجن البطاطس اللي انا عملته بالكبد والاوانس. عايز اقول لكم ريحته حلوة جدا وخفيف برضو عن المعدة توجن اقتصادي مش بياخد وقت خالص. ان شاء الله بقى حتجربه طريق توجن البطاطس بالكبد والاوانس اهو بقى منظر البطاطس بعد ما حطيتها فيه التواجن بتاعتي. حدخلها الفرن وحفتح عليهم الشوايا علشان انا عايزهم ياخدوا لون حلو. لونهم كده برضو يبقى لونهم دهبي من الوش. واحورها لكم برضو بعد ما يطلعوا معي من الفرن. وده بقى منظر التواجن عايز اقول لكم بجد طعمه حلو ورحته جميلة جدا. ان شاء الله بقى حتجربوه يعجبكم. ياريت بقى ما تنسوش اللي شوف الفيديو يعجبو ياريت يدوس لايك. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ويارب بتكون توجن البطاطس بالكبد والاوانس عجبكم. وتجربوه ان شاء الله هيعجبكم. اشتركوا في القناة